ففيش شك أنه اقتصاديات كبرى اتأثرت بالأزمة العالمية وأزمة التضخم تاكيد احنا كمان اتأثرنا لكن الاقتصاد المصري لسه عنده القدرة على التعامل بمرونة وامتصاص للصدمات الخارجية ده ظهر قبل كده فيه التعامل مع أزمة كورونا زي ما شفنا ونشوف دلوقتي كمان فيه معدلات النمو اللي بتحصل دلوقتي برامج الحماية الاجتماعية اللي بتقلل تأثير تدعيات الأزمة على الأسر الأولى بالرعية خلونا نعرف إزاي تعاملت الدولة المصرية مع الأزمة الاقتصادية العالمية وأهمية التوسع فيه برامج الحماية الاجتماعية معانا بنوارنا النهاردة في الستوديو دكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي صباح الخير عليك يا دكتور بنوارد صباح الخير لحضرتك صباح الخير لأستاذ المشاهدين في كل مكان شفت إزاي تعامل الدولة المصرية مع الأزمة الاقتصادية العالمية الشهدات العالمية وساعة من كل المؤسسات المالية العالمية بقدرة الدولة المصرية على التعامل بحرفية كاملة مع الأزمات كان قبل هذه الأزمة كان في جائحة فيروس كورونا وشفنا العالم قدر عانى منها معاناة كبيرة واقتصادات كبرى في العالم تأثرت بتأثيرات سلبية لجائحة فيروس كورونا وارتفعت معدلات المديونية لدى هذه الدول وكان على رأسها الدولة الأولى في العالم اقتصاديا وهي أمريكا ارتفع معدل الدين العام لحجم النتج المحلي أكتر من 130% شفنا الدين الأمريكي يوصل ل28.5 تريليون دولار وإحنا عارفين كلنا أن حجم النتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأول في العالم كان 20.5 تريليون دولار شفنا ومدى هذه التأثيرات على كل اقتصادات وكل قطاعات الموجودة في أنحاء العالم شفنا الدولة المصرية قدرت أنها تتعافى قدرت التصنيف الاتماني لها تثبيت للتصنيف الاتماني اللي كان موجود قدرت الدولة المصرية أن تحقق معدل نموه إيجابي برغم أن كان في معدلات نموه سالبة للاقتصادات كتير حول العالم وقدرت أن تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد الكلية العالم ابتدى يستفيق من جائحة فيروس كورونا صدم مرة أخرى بالحرب الروسية الأوكرانية العالم خسر أكتر من 24 تريليون دولار خلال جائحة فيروس كورونا بالإضافة لتباطئ ثلاثة الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار النفط والطاقة حول العالم شفنا تأثيرات سلبية كتير على أوضاع الاقتصادية النهاردة العالم ابتدى يتعافى فوج العالم بالحرب الروسية الأوكرانية اللي يخسر فيها الاقتصاد العالمي أكتر من 12 تريليون دولار إلى الآن بنشوف الوضع في مصر وبنشوف معدل التدخم بنشوف ارتفاع الأسعار حول العالم وبنشوف مصر هنا قدرت أن تمتص بحزمة من الإجراءات كل الأسعار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية كان منها تخصيص مبلغ 130 مليار جنيه بالإضافة لمبلغ 335 مليار جنيه بشكل غير مباشر يتجه نحو زيادة الواتب والمعشاك وبرامج الحماية الاجتماعية يعني أكتر من 465 مليار جنيه قدرت الحكومة تخصصهم لمجابهة تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية خلينا ناخد ده بالتفصيل أهمية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية على رأسها مشروع حياة كريمة على رأسها الدعم المقدم من وزارة التموين عدد كبير من البرامج مش برنامج واحد الدولة المصرية بتقدمه في ظل يعني حالة اقتصادية عالمية يعني ربما لا تنبق بالخير لكن هنا داخل مصر ربما فيه نوع من أنواع يعني التداخل مع الخطوط الأولى بالرعالية ليه إيه اللي بتعمل في مصر؟ إحنا عايزين بس نموضح لصير المشاهدين ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ددرت الدولة المصرية خلال ست سنوات ماضية أن تحدث بنية تحتية هائلة بحجم مشروعات قومية متكاملة كان من شأنها توفير فرص استثمارية في كل الربوع مصر لأول مرة تيحدث ذلك لأول مرة يحدث توسع لكل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المشكلة بنشوف ده وبنشوف التدعيات سواء من جائحة فيروس كورونا أو من قبل الإصلاح الاقتصادي اللي تم أو من حاليا الحرب الروسية الأوكرانية بنشوف أن المواطن مصري هو في عقل وقلب الكادة السياسية اللي بتقدر تعمل المستحيل من أجل الوطن المواطن مصري في كل الربوع مصر بنشوف ده متمثل في برامج الحماية الاجتماعية العديدة سواء برامج تكافل وكرامة واللي قدرت الدولة تستكتب أكتر من 20% من عدد سكان مصر يدخل تحت برامج الحماية الاجتماعية بنشوف مبادرة حياة كريمة اللي قدرت يعني تلبي طموح أكتر من 58% من عدد سكان مصري في كل الربوع مصر قدرت هذه المبادرة أن تحسن جودة الحياة لهؤلاء متمثلة في كل المشروعات اللي بنشوفها سواء مشروعات صرف يعني صحية أو تعليمية أو شبكة طرق أو بنية عطية أو مشابة أو مستشفيات أو 100 مليون كل دي برامج تدقل في نطاق الحماية الاجتماعية طيب بالإضافة أن الدولة بتعمل على توفير كل ما يحتاجه المواطنين من سلعة أساسية سواء من خلال منافذ بجارة التومين أو منافذ أمان وتعمل على تلبية مبادرة كلنا واحد اللي بتقدر تلبي تموح واحتياجات المواطن المصري في كل مصر كل دي برامج بتعمل على تخفيف الأسار السلبية المصحبة لارتفاع الأسعار نتيجة تدعيات سواء جائعة بارس كورونا ومع بعدها الحرب الروسية الأوكرونية نتكلم إن إحنا كل شوية بنسمع خبر عن زيادة عدد المستفدين من نظام أو برامج الحماية الاجتماعية إحنا بنقولش إن إحنا لنعاني اقتصادياً أكيد بنعاني لأن العالم كله بيعاني لكن مصر دايماً عندها يعني خطط كده استباقية في أن هي يعني تولي اهتمام كبير أوي بالأسر الأولى بالرعاية كل شوية نشوف سواء زيادات في عدد الأسر في بطاقات التموين أو غيره أو غيره وإيه أهمية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية إن النهاردة يعني مزيد من الأسر يعني أكتر لسه في الشهر الماضي أكتر من مليون أسر تم دمهم إلى 9 مليون أسر في برامج الحماية الاجتماعية ليصبح العدد 10 مليون أسر تحت برامج الحماية الاجتماعية ده معنى إيه؟ معنى أن كل هذه الأسر تحت مظلة الحماية الاجتماعية اللي بتقدر الدولة توفر لهم كل احتياجاتهم ده في أسر بيتم دفع وسادات مرتبات شهرية ليهم علشان تعينهم على النواحي المعيشية الموجودة في كل محافظات مصر بعدين ما بيتمش استهداف يعني منطقة أو جزء لا بيتم استهداف كل المواطنين أو هؤلاء الأسر في كل ربوع مصر بنشوف ده وبنشوف من هو بيقدر المواطن مصري أو هذه الأسر أشد احتياجا وأشد فقرا محتاجة كل هذا الدعم وبنشوفهم أن الدولة حريصة كل حرصة على تلبية وتحقيق الطموح الخاصة لديه ده وبصنا يعني الاقتصاديات العالمية إزاي تأثرت وإزاي تعاملت هذه النماذج الاقتصادية مع شعوبها وما حدث داخل مصر لو عملنا مقارنة ما بنده وما بنده يعني لو شوفنا بندرة حياة كريمة هنلاقي أن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم اللي اتخذت هذا القرار وقدرت أنها تنفذه على مستوى العالم هو مشوع الأضخم فعلا هو الأضخم والأوفر والأفضل لكل المواطنين عندي اللي نبيشمل أكتر من 58% من إجمال عدد سكان مصر فما فيش دولة في العالم بتعمل كل هذه البرامج الحماية الاجتماعية وبتعمل كل توفير السلع الأساسية ومبادرات كلنا واحد مش هنلاقي ده في مكان تاني في العالم بنلاقيه في مصر موجود بنلاقي مصر قادرة النهاردة أن هي بتستقطع من مصر بتاعتها علشان تقدر توفر ما يحتاج من مواطن مصري من كل السلع الأساسية في كل الربع مصر في دولة أو اقتصادات أخرى في العالم سواء متقدمة أو متوسطة بما بنلاقيه الكلام ده في أي دولة أخرى من دول العالم دول العالم وأسر حول العالم تعاني ومعدلات التضخم ارتفعت وليتر بنزيم في مصر بنلاقي أنه أرخص من الموجود في أمريكا برغم أن أمريكا دولة منتجة ودولة مستهلكة للنفط على مستوى العالم لديها مخزونات تفوق 88 مليون برميل سنوياً فأعتقد أن هذا يتصل أن سعر برميل أو سعر لتر بنزيم في مصر أرخص من أمريكا أعتقد أن هذا يبشر أن الوضع الاقتصادي في مصر يسير الأحسن بفضل الرؤية والسياسات التي يتم التقذها نحو تحقيق الأفضل لصالح المواطن في مصر بنشوف ده متمثل برضو في إيه؟ أنت مصر لأن عندي الاقتصاد بتاعي عندي مزيد من التحسن في كل المؤشرات المؤشرات الصعوبة معدل النمو يعني الاقتصاد العالمي النهاردة بينمو 3.2 من 10 تبقى من آخر تقرير صادر طب الاقتصاد مصر وصل لإيه؟ وصل ل 6.6 من 10 طب الاقتصادات الناشئة في العالم معدل النمو بتاعها وصل كام؟ 3.2 من 10 يعني مصر من أفضل الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم في تحقيق معدل النمو في خفض عجز الموزنة في تحقيق فائد أولي اللي النهاردة مصر فعلا قدرت أن يتحققه فكل المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد والموزن العامة للدولة كلها إيجابية وبتتحسن من عام إلى آخر بفضل الاستثمار الأمثل في كل القطاعات الاقتصادية طيب دكتور خالد حضرتك اتكلمت عن التحميل على الموزنة العامة فحبين نعرف منك حملنا عن موزنة العامة قد إيه بالضبط عشان نقلل من التأثير السلبي طبعا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية؟ 465 مليار جنيه مليار؟ مليار 130 رقم كبير قوي بشكل مباشر من خلال توفير السلع أساسية للمواطنين و 335 زيادة في الرواب والوجور والمعاشات اللي موجودة وتم دفطة الموزنة عمال الدولة هو مش رقم كبير قد ما هو أنه يقدر يحقق الهدف المأمول وهو الحد من التأثيرات السلبية لتدعيات الحرب الروسية العالم النهاردة على صفية ساكم التدبطرات السياسية اللي موجودة في كل مكان في العالم سواء النهاردة بين روسيا وبين أوكرانيا بين روسيا ودول الناتو بين الصين وبين أمريكا كل دي بين روسيا وبين أمريكا على القطب الشمالي وما يمثل القطب الشمالي من ثروات هائلة تسعى كل الدولتين الحصول على امتيازات من الفوز بالكنز اللي موجود تحت القطب الشمالي كل دي توطرات بتأثيرات السلبية على العالم بنشوفه النهاردة موجودة الجفاف ونشوفه التغير المناكل اللي النهاردة بيضرب العالم أجمع وبنشوف التأثيرات توقع أن أحدث تقرير صادر حجم الخسائر الذي مني بها الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار من التغير المناكل بنشوف الجفاف النهاردة في أوروبا بنشوف الجفاف النهاردة في الصين بنشوف الجفاف حول الدول العالم العالم احنا رايح لعفين العالم فعشان النهاردة كده انا يعني من ضمن الناس المؤيدة بتطوير الصناعة وتوطين صناعات جديدة تكون بديلا وتنتج منتجات بديلة لما يتم استيراده ليه علشان الاب يحتاجات وطموح المواطنين لن ينفع موقع بعد كده ملاقش سلع استوردت ما هو ده بيقودنا لان الحرب الروسية الاوكرانية او الازمة الروسية الاوكرانية يعني خلقت نوع من انواع سياسات الاكتفاء الذاتي لعدد كبير من الدولة ومنها مصر مصر قررت ان يكون لديها اكتفاء ذاتي في عدد كبير من الاشياء منها برامج توطين الصناعة منها محصولات زراعية منها عدد كبير من الاشياء كيف رصدت ذلك شفنا مؤخرا كانت مصر بتستورد اكتر من 95% من احتاجاتها من الزيت من الخارج النهاردة شفنا اربع مصانع جديدة تم انتشاهم وتم التصريح لهم علشان تقدر يلبي التموح واحتياجات المواطنين في كل ربوع مصر شيء اساسي واعتقد ان انا مؤيد كل التأييد لكل هذه المشروعات اللي من شأنها انها بتحد من فاتورة الوردات وتقفف الضغط على احتوال النقد الاجنبي وتعمل على زيادة اما زيد من الانتاج وزيد من سواء للسلع والمنتجات في كل ربوع مصر وخصوصا النهاردة مصر بقت اصبحت مؤهلة بفضل البنية التحتية اللي تمت وبفضل المناطق بقى النهاردة عشان بيعندي تنمية مشتدامة واقول ان انا عندي صناعات واقول ان انا عندي فرص صناعية ده مش هيحصل الاذا كان عندي فعلا طرق ومواني شفط طرق ومواني كهربة وطاقة وعندي رق وعندي تحول الرقم وعندي الشمول المالي وعندي التوفير للطاقة كل ديت الناس لابد امتعي ما تم بنك جولدن منت ساكس في امريكا قال في احد تقاريره الصادرة عن الوضع الاقتصادي في مصر قال بناء على ما تم احداثه وتحديثه من بنية تحتية هائلة في كل ربوع مصر ماكن الدولة المصرية او يجعلها تكون من افضل عشر اقتصادات على مستوى العالم في عشرين ثلاثين تب ده ما كانش هيحدث لو اللي عندي البنية التحتية اللي هي ما باش عندي ربط ما بين محافظات مصر بعضها البعض ما باش عندي ربط بين اماكن التصنيع واماكن التوزيع واماكن التصدير كل ده عمل وفرة وسهولة وتيسير وتقليل للتكلفة لازم الناس تبقى فاهمة ده وعارفة ده كويس قوي وعارفة ان انا لو لا ما كانش عندي النهاردة تنمية تبقى موجودة عندي في كل مكان وكل في بق كل بقعة من بقعة مصر لديها فرص استثمارية ولديها مناطق اصطناعية تبقون وعيدة بما تشمله من مواد خام وامكانيات وقدرات تكون اضافة لصالح اقتصاد المصري مصر النهاردة بتعمل بتحاول انها تجد دعم كامل لكل هذه المناطق الصناعية وكل هذه المشروعات سواء مشروعات كبيرة او مشروعات منتوسطة وصغيرة واللي بنلاقي مصر النهاردة بتدعم كل في هذا الشأن كل وتلبي يعني وتعمل على تسدير كل المشكلات وكل البيروقراطية اللي موجودة امام كل هذه المشروعات ليه عشان مزيد من الانتاج مزيد من تشغيل العمال النهاردة مصر قدر معدل بطالة برغم كل هذه التدعيات لم يتجاوز سبعة واثنين من عشر في المية وده معناه ان الدولة قدرت توفر اكتر من ثمنمية ستة وعشرين الف فرص التعامل خلال العام ماضي يبقى من خلال ايه خلال مشروعات جديدة من خلال اطلاق المشروعات الصغيرة المتوسط من خلال المجمعات الصناعية اللي الدولة بتحدثها في كل بقاع مصر ليه عشان الناس لديها طموح فهي بتوفر لهم وتلبي لهم هذا الطموح من خلال المجمعات الصناعية اللي النهاردة الاول مرة بتنتشر في كل محافظات مصر وكرة وفي الصعيد وفي المدن ليه عشان تلبي طموح من يرغب في انشاء واحدة صناعية على قده تكون قادرة على ان يكون مساهم ومشارك في زيادة دوران عجلة الانتاج مصر محتاجة التفاعل ما بين القيادة وما بين الشعب لمزيد من الانتاج ومزيد من العطاء ومزيد من استهلال الفرص اللي الدولة بتوفرها وتبنعها لكل مؤتنية في كل الانتاج ليه عشان اقدر عالج واقدر ان انا اصل بهذا الانتاج بان عندي مشروعات وعندي تشغيل عمالة وعندي فرص عمل وعندي حجم انتاج وعندي منتجات موجودة تقدر انها تلبي اهتياجات المواطنين وعندي السوق افريقي واعد قابل على مزيد من الفرص والتصديرية الموجودة ووصل بالصدرات المصرية لـ 100 مليار دولار والـ 200 مليار دولار مش هاصل بيهم الا اذا كان عندي حجم انتاج صناعي يفوق الـ 50-60% من الاجمال حجم النتج المحلي الاجمالي مش هاصل بي ده الا اذا كان عندي فعلا مزيد من المشروعات ومزيد من الانشطة ومزيد من التطوير لكل القطاعات الصناعية الموجودة ومزيد الدولة النهاردة بتعمل صحيح النهاردة يعني فأحدث الرخصة الزهبية الموجودة وقتحيتها الكثير من المشروعات ايه ده معنى ايه معنى ان الدولة النهاردة عقدة العزب على زيادة الدعم لكل القطاعات الصناعية الموجودة وكل الانشطة الموجودة في الدولة علشان تلبي وتصل إلى مستويات علشان أصل بالاقتصاد المصري أن يكون من ضمن أفضل عشر اقتصادات على مستوى العالم لن يتحقق إلا بمزيد من الانتاج وبمزيد من مشروعات وبمزيد من توفير فرص العمل في كل مصر علشان مصر فعلا النهاردة بيتم إعادة بناء الجمهورية الجديدة بنبني في كل المجالات بنبني شبكة التورق بنبني مدن جديدة زكية بنبني مدن صناعية جديدة بنعمل كل هذا الدعم بنعمل توفير بيئة تشريعية قادرة على جذب المزيد من الاستثمرار بنوفر كل القوانين المواصم يعني سواء مرامج الحماية الاجتماعية أو سياسات الاكتفاة بالإضافة والدولة شغالة في ده بتعمل على توفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين علشان يبهنا التوازن مطلوب لكل فئات المجتمع لازم ده بواضح ولازم بالمواطن فاهم ده كويس وبعارف ده كويس وعارف توجه الدولة إلى أين تصير على أي حال نحن نشكرك دكتور خالد الشافعي الخابير الاقتصادي رماما تحدثنا مع حضرتك عن سياسات الاكتفاة الذاتي للدولة المصرية وقدرتها في التعامل مع الأزمة المالية العالمية اللي أثرت على اقتصاديات دول كبرى إن في مصر عندنا سياسات خاصة بالاكتفاة الذاتي في عدد من المحاصيل الزرعية في برامج توطن الصناع عندنا سياسات حماية اجتماعية تكافل وقرامة حياة كريمة دعم المقدم من الحكومة المصرية عبر وزارة التموين عبر عدد كبير جدا من الجماعات الأهلية وأعتقد أن مصر يعني بتقدم نموذج اقتصادي فيما يتعلق بهذا الأمر أشارد بمنظمات دولية كتير حدثت فيه بالتفصيل للدكتور خلز الشاف